يوماً بعد يوم تزداد المؤشرات السلبية تطغى على الاقتصاد البريطاني ويظهر أكثر قتمة فالتوقعات تشير إلى أن أسعار البضائع اليومية سترتفع بوتيرة أسرع بنسبة 40% في المملكة المتحدة مقارنة بأي اقتصاد متقدم آخر بفعل التضخم العنيد وارتفاع الأعباء التي تواجهها الأنشطة المختلفة لا سيما الصغيرة والمتوسطة إذ تتصاعد حالات الإفلاس لتصل إلى أعلى مستوى في أربع سنوات ويحذر حزب العمال من أن المملكة المتحدة ستتعرض إلى أسرع الزيادات في الأسعار وأشدها في مجموعة الدول السابعة مما سيترتب عنه كلفة على الأسر تقترب من 1500 جنيه استرليني سنوياً ويعزز هذه التوقعات تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في جنفيه الماضي والذي تنبأ بانكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6% خلال 2023 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الرهون العقارية وزيادة الضرائب فضلاً عن استمرار النقص في العمل